الآن خلينا نخترع مصطلح اسمه partial integration partial integration شو قصدي فيه؟ قصدي بدك تكامل إذا كتبت لك partial x كامل بالنسبة للx على اعتبار ال y constant تمام؟ طيب فمثلا افرض بديك تكامل لهذا x تربيع y تكعيب partial x انتبه شو اللي بدأعمله هسا ال y شو هي ثابت تنزل معامل x تربيع شو تكاملها بالنسبة للx x تكعيب على ثلاث زاد زاد ايش؟ ممكن واحد يقول زاد c لا مش زاد c هسا ال y شو اتفقنا ال y ثابت إذن زاد الثابت f y ثابت بالنسبة للx تمام؟ فمعناتها انت بتعتبر ال y الثابت وبتنزلها معامل والxات بتكاملها ولما تقول زاد بتقول زاد الثابت الثابت اللي هو ال yات طيب نقطة نقطة ثانية بده كامل x تربيع y تكعيب زاد اثنين x زاد ثلاث y partially للx طيب ال yات ثابت معامل بنزل x تكعيب شو بصير x قوى 4 على 4 ال xات شو تكاملها بالنسبة لل x 2x تربيع على 2x تربيع ال yات شو ثابت ثابت شو بصير فيه كثير طلاب بسهوا بقول لك صفر لا مش صفر ثابت زي 5 جو تكامل 5 بالنسبة لل x 5x وش تكامل 3y بالنسبة لل y بالنسبة لل x 3yx زاد فانكشنوف ايش وف وي طيب فالموضوع مبين سهل صح بس بدك تتمرن يعني مثلا لو قل لك هامل لي هاي ساين اكس زاد كوساين واي زاد ساين x y بارشلي بالنسبة لل x تمام طيب شو تكامل الصين ال x بالنسبة لل x شو هو سالب كوساين ال x شو تكامل كوساين ال y بالنسبة للمين لل x كوساين ال y ثابت إذن شو بدي يكون هادا كوساين ال y بنزل في x زي تكامل 5 خمسة x تكامل كوساين y الثابت كوساين y في x انتبع هالنقطة هاي جدا طيب تكامل ساين اكس واي شوف خلني جاء جانب هون شو تكامل ساين خمس اكس بالنسبة لل اكس هو سالب كو ساين الخمس اكس على معامل اكس صح فمعناته هون نفس المبدأ في اكسات جوه انتبهوا الاكسات درجة اولى فراح تقول سالب كو ساين ال اكس واي على معامل اكس شو هو واي تمام طيب فالفكرة هي زائد ايش فانكشن اف ايش فالفكرة زي هيك خلنو اخذ مثالين اخيرات بده كامل اكس على واي زائد واي على اكس بالنسبة لل اكس طيب الافضل تفصل المعامل تقول لي هاي واحد على واي المعامل اكس زائد افصل المعامل واي في واحد على اكس يجي المسألة اوضح انت متكابل بالنسبة لل اكس فشو بلصير عندك واحد على واي ايش الاكس شو تكاملها اكس تربيع اثنين زائد وايات المعامل نزلوا اش تكامل واحد على اكس لاني الاكس زائد فانكشن اوف واي طيب خلنكامل هالمرة بارشالي بنسبة لل واي شو بنا نكامل اي قوة اكس واي وهنا في عندي اكس وهنا زائد اكس زائد واي تربيع ممكن واحد نقول علقنا بايش تكامل بالاجزاء لا ما علقنا بتكامل بالاجزاء بتكامل بالنسبة لل واي شو القران تبعك الشو الاكس اللي هون ثابت باللائكس بتنزل تمام Ruby e x y على معامل واي اللي هو اكس زائد الاكس شو تكاملها الاكس ثابت زي خمسه شو تكاملها بالنسبة لل واي خمسة واي اكس شو تكاملها بالنسبة للواي x y زائد y تكعيب على ثلاث زائد function of اكس هYN. هBook التكامل بالبارشالي ولى العلم يعني بس دقيقة ملحوظة المصطلح فيش مصطلح اسمه بارشل انتيجريشن يعني مصطلح عشان نتذكر الفكرة فقط وحتى الرمز هذا ما هتشوفه بارشالي بنسبة للإكس هيحطوه دي إكس بس انت هتعرف مادام بتحل بالإكزاكت انه تكاملك بارشالي تمام بغض النظر نحط رمز هذا او ما نحط إكزاكت اشتقاق بارشالي تكامل إيش بارشالي وسلامتكم